اشتركوا في القناة اللي هو بيلقي اللوم على نفسه لكن كتير جدا ان احنا بسهولة بنلقي اللوم على الاخرين وكأن الاخرين هم السبب في المشاكل اللي احنا فيها واحنا ما كانش لنا اي دور خالص الشخصية اللي اناخد فيها الموضوع ده شخصية يوسف شخصية يوسف معروفة جدا وقصته معروفة جدا طبعا حصل له يعني موقفين كبار لو حصل واحد منهم لأي حد فينا كان ممكن يعيشته لحياته تعبان نفسيا متضمر نفسيا لكن العجيبة ان يوسف اكتاز الموقفين بنعمة كبيرة اوي وفي ايتين قالهم دلوقتي هنقف عندهم يعني لازم ناخد بنا منهم كويس اوي او الموقف الصعب حصل كلنا عارفينه ان اخواته اتفقوا ان هم يقتلوا بعدين غيروا رأيهم ان هم يسبوه يعني يتباع لقافلة والقافلة خدت ودتوا مصر تعاش فيها كعبد بعد ما كان ابنه مدلل وبعد كده امرأة فتفار لمحبة تعمل مع الخطيئة ورفض واتحط في السجن فاصعب حاجتين انه اقرب الناس لي يعني جرحوه جرح كبير اوي وطاني حاجة انه هو اتهم بالزنا وتحط في السجن يعني مدة كبيرة من حوالي 12 او 13 سنة ودي حاجة صعبة اوي انه يعني يتحكم عليه الحكم ده وهو انسان بريء تعالوا نشوف يوسف لما كان في السجن وكان فيه رئيس السقاء ورئيس الخبزين وبعدين فصر الحلم كويس لرئيس السقاء وبرضه رئيس الخبزين يعني بس رئيس السقاء كان حلم انقاذ من الموت وقال له بقى كلمة جميلة اوي بيقول له ايه يوسف بيقول الرئيس السقاء وانما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك الخير تصنع الي احسان وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت لاني قد سرقته من ارض العبرانيين وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن سرقته من ارض العبرانيين ما جابش سيرة اخواته خالص ما جابش سيرة الجرح بتاع اخواته ما جابش سيرة انه هو الحياة اللي هو عيشها صعبة دي سبب اخواته رغم انه هو فعلا كان سبب اخواته وهم فعلا تأمروا عليه وهم فعلا الوصلوه للوضع ده لكن بالرغم كده قال سرقته من ارض العبرانيين الحاجة التانية قال هنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن برضو ما اتهمش امرأة فتفار انها كانت يعني انسانة ظالمة وافترت عليه وقالت عليه حاجة مش مزبوطة قال كمان هنا ايضا لم افعل شيئا والحاجة الجميلة انه هو كمان بعد ما ربنا عوضه بعد كده هو ما انتقامش من حد ولا اخد موقف وحش من حد فدي حاجة كبيرة قوي يعني الانسان بيقف هنا عند شخصية عظيمة قوي شخصية يوسف في حتة عدم القاء اللوم على الاخرين انا اكتست تجربة صعبة انا اكتست موقف صعب لازم اواجه الموقف صح وازاي الموقف ده يتعالج وازاي يواجهه وازاي اخد نعمة ربنا وقوت ربنا في حياتي اكتر ما اقعد اركز وقتي كله في ده السبب دي السبب هم السبب انا لو لاهم كنت عيش كويس هو ده اللي دمر حياتي هي دي اللي دمرت حياتي الكلام ده كله مش بيفيد كلام ده كله بيخلينا بندوه في دايرة حاولين نفسنا وفي دوامة مش بنوصل فيها الحاجة لكن يا بخت الانسان اللي يتعلم من يوسف واجه الموقف انه خده من ايد ربنا واتعامل فيه مع ربنا بس ما القاش اللوم على اي حد عشان كده الاية الذهبية هنا اللي تقالت في تكوين 39-2 كان الرب مع يوسف فكان رجلا نجاحا يعني هنا سر نجاح يوسف انه اكتازل الحاجات الصعبة دي انه حط كل رجاءه في ربنا وعشمه في ربنا واتكاله عليه وكان قعدته كل يوم مع ربنا هي دي الاهم هي دي الاساس هي دي الطاقة بتاعته هي دي القوة بتاعته هي دي النعمة بتاعته هي دي المخرج بتاعه من اي موقف صعب يكتازه لكن مش يركز على اي حد تاني او يلقي اللوم على اي حد لا كل رجاءه في ربنا عشان كده ربنا جهزه بالحاجات الصعبة دي انه يبقى الرجل التاني في مصر ويبقى اسمه صفناط فعنيح يعني خبز العالم أو خبز الحياة رمز للمسيح ليه كل المجد وهو اللي قد الخبز أو الغزاء للعالم كله فدي حاجة جميلة قوي أن يوسف رغم أنه كان قبل النموس لكن كان مثال عالي جدا قدامنا ياريت نتعلم منه لما نواجه تجارب ما نلقيش اللوم على حد وناخد الحاجة من يدى الله كل ما قفنا مع ربنا سندتنا منه رجائنا فيه اتكالنا عليه خلصنا عند ربنا لإلهنا كل مجد كرام الأبد